اشتركوا في القناة 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 يلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يلا اشتركوا في القناة 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 يلا ننزل على واحد تاني تعالوا نشوف هادي المثلث يلا ولا واحد مقلوب ولا واحد معكوس لاثنين زي بعض تعالوا نشوف جي كي متناسب مع مين راس صح؟ صح جي كي كم ستة راس كم ثلاثة ونص في وسع هناك تعالوا جي كي على راس ستة على ثلاثة ونص طب ميس انا ما بعرف اشتغل بالفواصل عندك شغلتين هس الفاصلة بعد منزلة واحدة شو الرقام بالعشرات اللي فيه صفر واحد العشرة يا اما انك تضرب بسطا ومقاما بعشرة من باب انه اللي بعمل هون بعمل هون يعني بوازل يا اما انه تجي تحكي اللي باشي الفاصلة وبحط صفر ليش صفر واحد لانها الفاصلة بعد منزلة واحدة قصدك لو بعد منزلتين كم صفر بحط ثنين لو بعد ثلاث منازل كم صفر بحط ثلاث وهكذا تمام؟ تمام صارت ستين على خمسة وثلاثين ستين وخمسة وثلاثين باي جدول بلاقيهم بتذكرين حكينا اذا زوجي بثنين واذا فردي ممكن ثلاثة اما اذا صفر او خمسة بصير ادور بالخمسات والعشرات تعالوا هون ندور بالخمسات يلا تقسيم خمسة بس انا بقرف انه لحد عشرة عشرة في خمسة خمسين صح؟ خمسة وخمسين ستين اللي هي مين؟ اتناعش خمسة وثلاثين تقسيم خمسة سبعة اتناعش تقسيم سبعة ما بتقسم بستحيل الاقيهم بنفس الجدول فبروح ايش تاني يلا هاد واحد اتنين عنا كي ال مع السي يلا كي ال شو قياسها سبعة وستي شو قياسها أربعة ما في تشابه بدون ما اكمل ما في تشابه تمام؟ تعالوا نشوف هاد حلو هاد تمام؟ اول اشي متذكرين السنة الماضية لا حتى شو السنة الماضية الفصل الاول اخدنا اضلاع مشتركة فيه هون ضلع مشترك مين هو بي أس خلصنا من هاي خلينا نمسحها عشان ما نخربطها حالنا عنا ضلع بي أس مالو ضلع مشترك هاي وحدة اش كمان عنا الزاوية أس زاوية مشتركة صح؟ وبرضو مالها قائمة مشتركة هايها من هون ومن هون الزاوية بي والزاوية تي مالهم متطابقة مين حكالك؟ انت حكتلي بالسؤال هايها هاي الاشارة مش من فراغ هاي طلعو هاي زاويتين ممكن أحلها على اي اي هاي زاويتين أنا طلعتلك زاوية هاي وحكتلك انه في عندي زاوية قائمة كفاية فيه تشابه فيه تشابه ونص وخمسة كمان مش بس فيه تشابه أوكي؟ أوكي يلا ننزل على السؤال اللي تحت دقيقة يلا أثبت أن كل مثلثين متشابهين شاني أثبتي؟ يعني أنا أساسا حكيلك ان هدول المثلثين مارلهم متشابهين بس انت اثبتلي لا تحكيلي ما فيه تشابه ما اني حكيلك اثبتلي يعني أنا عارف انه فيه تشابه انت بس عليك تثبت بعدين أوجد للطول المطلوب طيب المثلث تمام تمام وعننا هذا وإحنا حكينا طالما فيه مثلثين جوه بعض إذن أنا فيه أس ناخد الأسماء خلونا نرجع ناخد اسم أو استنوا ليه أرجعكم؟ خلصوا هم يقدامي EP بس خليني أظهر الخط E B DC وإش كمان وA والمطلوب مننا AB تمام يلا لسا ما خلصنا عنا من A إلى B X زائد 2 ومن B إلى C 6 وفي عنا هون أو خلينا بسنخلص هاي أو عنا هون 5 وعنا من هون لهون 8 تمام 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 عفوا وإيش عنا كمان هاي وهاي ما رحى هاي الإشارة يعني توازي طيب خلينا نشوف كيف بدنا نحل السؤال المطلوب مين AB يلا تعالوا نشوف كيف بدنا نحل نروح على حالة التشابه أورادي هو يحكيه إنهم متشابه مش طالبني بأي حالة بس حكيه لي إنه أثبت لي إنهم متشابهين طيب خلينا نثبت إنهم متشابهين يلا أول إشي الزاوية S مشتركة صح؟ صح الضلع عنا عنا معطى إشي إنه 2 الضلع DC متوازي خليني أحط إشارة التوازي صحيحة 100 بالمية مع مين مع EV حلو؟ حلو إش كمان عنا؟ هس تعالوا نروح على التناسب بعدين نرجع للسؤال يلا نعمل هيك بعدين نرجع نشوف إش بدنا نضغر خطنا علشان المكان يوسعنا حس إحنا عنا الضلع D A يارب إنكم تكونوا شايفينوا هادي اللون D A متناسب مع الضلع مين؟ D E حس إنه مش واضح عفكرة لا رح أعطي أخدكم لون تاني الضلع D A متناسب مع الضلع D E طب D A كله كم؟ 8 طب D E كم؟ طب سؤال 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 حسه إذا هي من هون لهون خمسة تمام؟ بس من هون لهون تمانية هي كم؟ إذا من هون لهون خمسة صح؟ خمسة أه ومن هون لهون أو هاي كلها تمانية قداش ضاي المعلة التمانية؟ ثلاث يعني هاي تلاث إنتم مستوى ع открывين معي يعني من هون هاي كلها تمانية أخدت منها خمسة كم ظل معي؟ ثلاث يلا DA حكينا على DE عشان أثبت له إنه فيه تشابه تمانية خمسة ما فيها اختصار وعننا CA على مين؟ على CB CA X زائد 2 و CB كم؟ 6 طب هاي كيف بدي أطلعها؟ عشان أعرف أطلعها بدي أعرف AB هايها AB ناخد نسبة وتناسب شو منيحكي إحنا؟ لما بدي أكون أطلع ضلع أو لما يكون قصة نطلع باخده مع ضلعين واحد منهم على الأقل موجود ايش قصدك؟ يعني لما يجيك سؤال مثلا يلا لما يجيك سؤال في X زائد 3Y تساوي 5 تقدر توجد لي X أو Y؟ لا لأنه في عندك مجهولين أما لما أحكي لك 3Y تساوي 5 تقدر توجد لي Y A هاي ملزك ولما ملزك كيف بخلص منه؟ بالقسمة So Y تلعت معنا 5 على 3 قصدي إنه بالمسألة هذيك لازم يكون معنا مجهول واحد عشان هيك مناخد ضلعين واحد منهم على الأقل موجود مس ارجعي يعني ها تبتيلي المعلومة بالله تعال مش هاي إحنا بدنا إياها حتكون عندنا أو خليني أخذنا صفحة تانية لأنه ما في وسع بس دقيق قبل الله يمس نعم لمسح حكينا D A صح على مين على D E مع C A على C B بس عادي تعملي هيك آه عادي لي لأنه هو بالسؤال حكالي إنه فيه تشابه D A كم كانت ثلاث آه ثمانية على D E كم خمسة تساوي X زائد 2 على C B كم 6 ما بيحللي هيك إشي غير ضرب شو تبعدوا لي تقريبا عمالنا كل حصة منحكي إنه ما بيحللي هاي المسألة غير ضرب تبعدوا لي يلا تمانية ضرب ستة تمانية وأربعين خمسة مضروبة بالX لحالها ولا مضروبة بال2 لحالها ولا مضروبة بالX وال2 مضروبة بالX وال2 معناته بدنا نضرب الخمسة في الX والخمسة في ال2 بتعطينا عشرة بتذكرين أول ما بلشنا حكينا الخوات عند بعض يلا بدي أودي العشرة عند أختها بأخذ لها عكسها راحت شو صارت عندنا 5X تساوي يلا تمانية وأربعين ناقص عشرة تمانية وثلاثين على خمسة على خمسة طب ميس حاسها زنخة شوي لا مجو زنخة ولا شوي باجي بتطلع بدي أقسمها القسم طويل مع إنها بدون قسم طويلة سليسة بس عادي ثمانية وثلاثين تقسم خمسة أقرب إشي إلها السبعة سبعة ضرب خمسة خمسة وثلاثين وأطرح ثمانية ناقص خمسة ثلاث ثلاث ناقص ثلاث صفر ثلاث بتقبل القسمة على الخمسة لا بس أنا مش صف أول ما بدي أحكي لكم أنا كبير لأنه صاروا كثير آه يلا نكمل لأنه أنا كبير أوكي ما رح أترك الثلاث لحالة وأحكي لا القسمة بباقي ما عندي بباقي خابة بدي طمعك الجواب صفر شو بعمل بحط فاصلة وبننزل صفر ثلاثين تقسم خمسة ستة هاي موجودة ستة في خمسة ثلاثين صفرين قسمة من دون باقي إنت بثامن يعني خاوة بدك تطلع لقسمة بدون باقي أوكي فشو طلع معنا X تساوي سبعة فاصلة ستة طيب معك سبعة دلانير وستين قرش أوكي أعطيتك كمان دينارين كم صار معك كم معك سبعة دلانير وستين قرش أعطيتك دينارين زيالة كم صار معا تسعة دلانير وستين قرش صح سبعة وعطيتك دينارين تسعة ستين قرش زي مهمة ما زدنا عليهم اشي طيب ننزل مين بدنا نشوفينا طيب نشوف هاد شو رأيكم يلا بالنسبة للتناسب عنا بي سي صح متناسب مع سي اي مسلاي بتحطي يساوي لأنه هو بالسؤال حكى لي أنه فيه تناسب تمام مش من عنا يعني هو بالسؤال حكي لي أنه فيه تناسب تشابه أنا آسف بي سي مع سي اي طيب شو عنا كمان عنا اي سي متناسب مع سي اف تعالوا نحط اللي عنا ونشوف شو هيصير معنا لاحظ أنه أنا ما عندي مجهولين عندي مجهول واحد كيف يمس هاي وهي اوكي حسا لو بيدي يعطيني أهم مجهولة إن كان ما حكى علي اكس و اكس إن كان ما حكى علي رهف ورهف ما هي رهف نفسها رهف اللي هون بتصور نفسها رهف اللي بالحصة برا نفسها رهف اللي بالبيت بس لو ما بدك رهف بتحكي رهف مثلا سعره آه والله رهف سعره غير بعض بس هاي رهف هون رهف هون رهف هون فأكس هاي نفسها أكس هاي ما غيرلي لو بدو يغيرلي كان أعطاني إلها اسم تاني بي سي كم ثمانية سي اي كم اكس اي سي كم ثنين اكس سي اف كم تسعة ما بيحللي هاد الاشيئي إلا الضرب التبادلي يلا نضرب تمانية ضرب تسعة تنين وسبعين تنين اكس ضرب اكس ضرب لا تحكي لي تلات اكس ولا تحكي لي نص اكس ولا واحد اكس ولا تنين اكس في حالة الضرب شو بيصير بالقسس تجمع شو قسها الاكس واحد لأنه الواحد الردي لا يكتب تنين اكس ضرب اكس تنين اكس تربيع تمام تنين اكس تربيع على تنين ليش على لأنه الاثنين ملزقة برضو أعطوني دقيقة ليش على هاتنين لأنه الاثنين ملزقة والملزق بخلص منه بالقسمة راحوا شو صارت عنا اكس تربيع تساوي شو نوصل لاثنين وسبعين خمسة واربعين صح؟ آه خمسة واربعين طب ما سكي بدي عرفها هات سريع ساعد ما بدي نظل نعمل قسمة طويلة قسمة طويلة قسمة طويلة خلص شوف شو ننتوي دين وسبعين على تنين السبعة كم اتنين فيها؟ هاي واحدة هاي تنتين هاي تلات تلات بس كم ضل معي للسبعة؟ مش اندحكت لي تلات كم ضل في للسبعة واحد؟ أعطي للي جنبيها صارت اتناش اتناش تقسيم اتنين كان ستة اذا ستة وثلاثين مش خمسة واربعين هديك تسرين اوكي منيح ما كتبناها كم؟ ستة وثلاثين تمام؟ جل من الله يسهو يلا انا عندي تربيع كيف بدي أخلصني التربيع؟ بالجدر يعني شو بطير التربيع؟ الجدر شو بطير الجدر؟ التربيع اوكي تحت الجدر تحت الجدر طيب اعطيكم معلومة اكس تربيع تساوي ستة وثلاثين تحت الجدر تحت الجدر شو جدر الستة وثلاثين؟ شو العددين اللي بضروب هون ببعض بعتولي ستة وثلاثين؟ صح ستة و سالب ستة كيف يا ميلس؟ تعال ستة ضرب ستة ستة وثلاثين متفجير؟ متفجير سالب ستة ضرب سالب ستة سالب و سالب؟ موجب ستة ضرب ستة ستة وثلاثين مش هاي نفس هاي نفس هاي بس انا ما عندي قياس سالب شيء يعني ما بقدر اجيحكي لك والله طول الباب اوكي من فوق سالب ستة متر ما عندي سالب ستة عندي ستة فانا بحكيه له هاي تهما مش مش مطلوب مننا هون بس انا كمان بدي اكون عارف رياضيات يعني انا بدي اعرف انا اش بحل من من بجيب القيام لما حدي سألني اعرف اجابه حتى لو انا صغير بطلت صغير يلا سو اكس ايكول سكس تمام؟ تمام نرجع ل سؤالنا كيف؟ وين راحوا اكس طلعت ستة صح؟ صار عنا اكس كم تلعت معنا ستة عادي هسا منرجع من جتب احنا كان عنا بي سي على سي اي متناسب مع اي سي على سي اف بي سي كم؟ تمام على سي اي اكس بس احنا اكس طلعناها كم تلعت معنا ستة؟ هال المتناسبة مع طب تمامي على ستة كم؟ تمامي على ستة كم؟ اربعة على تلعة كثير حلناها يلا اي سي كم؟ اذا اكس ستة طب اتنين اكس اللي هي اتنين في ستة اتناش مش ستة وتلاتين اتناش على سي اف تسعة اتناش على تسعة على تلعة على تلعة اربعة على تلعة هو بدو مين اطلع له اي سي كم اي سي؟ اتناش وطلعت له كمان اثبتل له التناسب باي حالة اس اي اس كيفية مهمة مش جوا بعض اوكي طلع في زاوية مشتركة واساسا لو ترجع شوي لدروسة الاولى في تبادل هاي انا عملتلك حرف زد زد ولا مجزاية زد ماشي ماشي تعالوا ننزل لنشوف لنا كمان سؤال بس اشرب مي يلا اكتشف الخطأ حل لعبتنا الصغيرة المفروض تكون اكتشف الخطأ انظر الحل الاتي واكتشف الخطأ في ايجاد قيمة اكس وصححه يعني مش بس تكتشف الخطأ وتقول لي هون الخطأ يلا باي لا اعطيني الصحة هسا اذا انا عفوا مش عارف كيف ابلش بالسؤال بروح بحله يعني اذا انا مش عارف كيف اطلع له الخطأ ما بصهم بالسؤال بروح بمسك السؤال وبحله بعدين بصير اقارن حلي مع الحل الخطأ اللي محلول ولازم حلي يطلع صح ليلا انه احنا كور تمام يلا حكا علي اربعة مع خمسة وستة مع اكس كيف هاي وستة مع اكس طيب اربعة اكس تساوي ثلاثين على اربعة على اربعة ثلاثين على اربعة كم اربعة مع خمسة غلط ليه لانه انت يعني هو شو مااخد مااخد هيك اوكي مع هيك مع هيك هاد مش مثلة يعني هاد قصدي مش مثلة هو مااخد مثلة مع متوازي اطلع هو لازم ياخد مثلتين مع بعض طيب اين هم المثلتين يا ميس تعال هو المفروض ياخد الضلع هاد او عشان برضو يكون عنا واضح من هون لهون مع هاي ليه او لا مش مع هاي مع هاي هاي المثلت اللي صغير وهي هات كله المثلت الكبير المثلت الصغير اربعة بس المثلت الكبير تسعة اللي هو اربعة زائد خمسة يعني صارت عنا تسعة على اربعة متناسبة مع اكس على ستة طب ميس بدي ااخد اربعة على تسعة عادي انا بلشت بالكبير عشان هنك الجهة التانية ااخدها بالكبير انت بدك بلش بالصغير فالجهة التانية بتاخدها بالصغير يلا فانا بدأج اضرب ضرطة بعد لي تسعة ضرب ستة اربعة وخمسين يساوي اربعة اكس على اربعة على اربعة راحو يلا تعالوا نقسم صح تسعة في ستة اربعة وخمسين مش ستة وخمسين صح؟ لان تسعة في اربعة ستة وثلاثين تسعة في خمسة خمسة واربين فتسعة في ستة اربعة وخمسة الخمسة كم اربعة فيها واحدة اربعة عشر تقسيم اربعة فيها ثلاث صح بتعطينا اتناش اتنين بحط تفاصل وبنزل صفير عشرين تقسيم اربعة خمسة اذا تلتعش ونص سو اكس ايكوال تلتعش ونص شو الخطأ؟ انها ما اخدت او ما اخد انه قياس المثلث كامل هو اخد لي مثلث مع متوازي اضلاء شوف اللي تحت وحدد بالشكل ثلاث مثلثات متشابهة عفكرة كثير هاي الاسئلة حلوة ليش؟ هاي مثلث تمام؟ وحد المثلث الثالث هاي اللي برا هاي ثلاث مثلثات شو التشابه؟ اول اشي في عندهم زوايا قائمة في عندهم زاوية مشتركة وفي عندهم ضدع مشترك هاي اللي بالنص ارجعك يال هاي قائمة وهاي قائمة وهاد مشترك خلص اعطيتك اصلا اعطيتك زاويتين طيب هل يقطع هل المستقيم الذي يقطع ضلعي مثلث ويكون موازي طب خليلا نرسم عشان احنا نعرف احنا شو نحكي اول اشي بدي مثلث ها هل المستقيم الذي يقطع ضلعي مثلث هاي اضلاء المثلث اقطعهم يكون موازي هاي وتوازي لهاي القاعدة بعطيني مثلثين متشابهين اه ليه لان اول اشي حيعطيني زاوية مشتركة تاني اشي هادول هيكونوا متناسبين اذا متناسبين يعني متشابهين يعني انت اعطيتني تشابه في حالة ضلع زاوية ضلع تمام تمام كيف احدد اذا كانوا مثلثين متشابهين اولا اجوابنا باول الحصة مس يعني قصدك انزل الاول لا ثلاث حالات اي اي زاويتين بشوفي الزوايا اللي عندي بس بدي اضل متذكر حتى اشوف اذا كان ناقصني زاوية بدي اطلحها كيف اطلحها بمبدأ انه مجموع قياس زوايا المثلث يساوي 180 اذا كان ناقصني زاوية تعني شغلة اس 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 بالاضلح حلينا على الاضلح باخد نسبة وتناسب بس ارجع ذكرك اذا بدي ابلش بالضلع الكبير معناته كله بدي ااخده ضلع كبير اذا بلش بالضلع صغير معناته كله انا بدي ااخده بالضلع صغير تمام ضلعنا اس اس متى اس اس لما يكونوا مثلثين جوا بعض اوكي اوكي وبس يعطيكم العافية بشوفكم الحصة الجاي في حال عندكم اي سؤال موجود بالدسكريبشن تاع الفيديوهات لينك الانستجرام تيك توك برضو عنا صفحة على الفيسبوك وبحط لكم اقربات الواتس ان شاء الله ما تترددوا تسألوني عن اي اشي بتكم يا يعطيكم العافية بشوفكم بالحصة الجاي ان شاء الله